أبو نذير طبعا سأل سؤال طويل جدا يعني قصت الإجابة عليه طويل جدا وهي قضية يسأل عن موقف الدين من الفلسفة أخوي الفاضل بارك الله فيك يعني أعتذر منك لأن الجواب حول هذه المسألة طويل جدا طويل جدا لأن فيها تفاصيل عموما بالنسبة لدين الإسلام دين ولله الحمد جاء من الله سبحانه وتعالى لأن الدين عند الله الإسلام ولذلك يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام قال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين والنبي عليه الصلاة والسلام بين معالم الدين لأن الله تعالى أنزل عليه الكتاب ليبين قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وبالنسبة لعلماء الإسلام اعتنوا بالوسائل التي تعين على فهم الدين يعني ولذلك العلماء خدموا دين الإسلام خدمة عظيمة لأن العلماء ورثت الأنبياء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثت الأنبياء الوراثة ما هي وراثة علم وراثة علم وليست وراثة مال إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم ولذلك لما نأتي وننظر في القرون الثلاثة المفضلة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا بعد ذلك الكذب وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ويكون أقوام يشهدون ولا يستشهدون يعني يسارعون إلى الشهادة ويفشوا الكذب القرون الثلاثة هذه المفضلة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خيريتها ما عرفوا شيء اسمه الفلسفة ما أدخلوا شيء اسمه الفلسفة إلى دين الله عز وجل وإنما طرأت الفلسفة بعد ذلك والفلسفة أحيانا يستفاد منها في جوانب أخرى فيما يتعلق بتنمية العقل فيما يتعلق بكذا وكذا لكن أن تدخل على مسائل العقيدة والدين هذا الذي سبب الانحراف الخطير الذي صارت فيه جناية على أسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلا وعلى أمور الآخرة ولذلك ما كان أحد في القديم يعني مثلا يتعرض لأسماء الله بالإلحاد مثلا يقول جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه فما كان أحد يلحد في أسماء الله عز وجل لكن لما دخلت الفلسفة وأخضعت النصوص للعقل وجعل العقل هو الحاكم على النص حصل هنا الإشكال الكبير فأصبح هناك تعطيل ثم تمثيل تعطيل ثم تمثيل وصارت جناية يعني الصحابة رضي الله عنهم مئة وعشرين ألف صحابي ما عرف ولا سجلت دوابنا السنة عن واحد منهم أنه قال كيف يد الله أبدا كيف استوى الله كيف عين الله أبدا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير مئة وعشرين ألف صحابي كما في كتب التراجم ما ثبت عن واحد منهم أنه تماحك تفذلك تحذلق حاول أن يعرض هذا على الأبدا سلموا هذه القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام هي الفترة الذهبية إن صح التعبير فيما يتعلق بالسلامة سلامة الدين والمعتقد وإن كان وجد بعض الأفراد لكن هناك بدأ بسبب يعني إخضاع مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات على قواعد الفلسفة هنا حصل الخلل الكبير والشر المستطير الذي للأسف يعني انتشر في كثير من يعني عبر التاريخ في كثير من بلاد العالم الإسلامي عموما يا أخي الفاضل يعني بالنسبة للمسلم يعتني بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بآثار الصحابة الكرام بأقوال أئمة المذاهب الأربعة أنا ما أعرف أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد كان من أصولهم في التلقي والاستدلال الفلسفة أليس هؤلاء الأربعة هم الذين يعني شهد لهم أهل الإسلام بالفضل وأنهم والناس يتبعونهم أربعة أولا أجمع العلماء على إمامته أجمع العلماء أنا ما أعرف إلى ساعة هذه أن واحد من الأربعة يعني ذكروا بأن من أصول تلقيه واستدلاله وفهمه الفلسفة لذلك هذه جاءت بارك الله فيك متأخرة وصل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم موسيقى موسيقى موسيقى